السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا على قناة كون أنت واليوم سنتكلم عن كيف تبدأ الحديثة مع أي فتاة سأعرض عليك أربع خطوات التي يمكنك القيام بها حاليا حتى تقوم بجدب أي فتاة منذ الحديث الأول إذن بدون مقدمات تهي لنعرض الأربع خطوات التي ستحتاجها لتبدأ الحديثة مع أي فتاة الخطوة الأولى إن أردت أن تبدأ الحديثة مع فتاة فأتركها تقف بين زميلاتها ثم رد التحية بشكل عام وابدأ بالتساؤل عن الحال والأحوال خاصة إن كنت تعلم بوجود واحدة من الصديقات المشتركة بينك وبين الفتاة المقصودة من هنا تبدأ أولى الخطوات وينكسر بينك وبين هذه الفتاة حاجز الصمت وعندما تراها في المرة الثانية سلم عليها وإسألها عن حالها وعن زميلاتها اجعل من الحديث عاما في بداية العلاقة وعندما ترتاح لك الفتاة يمكنك أن تغير أسلوب الحديث بحيث تشعر الفتاة بمشاعرك الخطوة الثانية يمكنك عزيزي الشاب أن تطلب من صديقتها أن تماهد لك طريقا لكي تحادثها كأن تنادي عليك صديقتها وأن تكون على علم بذلك كأنك لا تعلم ثم بادر بالسلام وابدأ بالحديث العادي ثم أطلب من الصديقة أن تغادر بدون أن تشعر صديقتها بذلك وأطلب منها الجلوس في مكان ما وانطلق أنت في تعبيراتك حتى تطمئن لك الخطوة الثالثة أثناء حديثك مع الفتاة إياك أن تتفرغ في مواضع قد تزعجها لأن اللقاء الأول بين الفتاة والشاب هو الذي يحدد إن كانت هذه العلاقة ستستمر أم أنها ستموت في يومها ولا تكتر من الحديث الغير اللائق الخطوة الرابعة عليك أن تنتبه للكلمات التي تخرج من فامك وتذكر أنها فتاة في المقام الأول وليست شابا مثلك فإن أردت أن تعجب بك الفتاة من أول مرة لا تطل الحديث معها وتوقف عن الكلام فورا إن شعرت بأنك تضيقها وإياك ثم إياك أن تنطلق بألفات جارحة أمامها فإنها تتكرهك ولن تحلم بأن تتحدث معها مرة أخرى وفي الختام فإن الحديث الشاب مع الفتاة يجب أن يكون في حدود المعقول فلا يطول جدا ولا يقصر وإعلم أن الفتاة تشعر بالشخص الذي أمامها فإن أردت أن تتسلى فإنها ستعلم ولن تسمح لك بذلك أما إن كنت جديا في تعابيرك فقد تجد فرصة معها شكرا مجددا على متابعة الفيديو لآخر لحظة في حالة أعجبتك هذه الخطوات اضغط على لايك على هذا الفيديو كذلك الاشتراك على قناة كون أنت للمزيد من الفيديوهات